السلام يا صبايا بمناسبة شهر رمضان الفضيل حبيت أرجيكم بهيدا الفيديو طريقتي بتحضير الفتوش وإن شاء الله بنعاد على الجميع بالخير والعافية حبيباتي إذا عجبكم الفيديو مع طريقة التحضير دعموا قناتي بمشاركة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد أولا بقص خبز العربي لقطع صغيرة وبقليون لا يبردوا بوقت المناسب والبديل عن خبز المقلي فينا بعد ما نقصن نفردن بالثانية ونحمصن بالفران وبقلي الخبز بالزيت غزير وحامي سابقا وبصفيون على ورق المطبخ بأثناء ما عم يبرد خبز المقلي بحضر لتغسن للفتوش ضفت زيت النباتي بكوب المقاس وبزيت خل التفاح وعصير الليمون والملح وطوم المهروس والنعنع المجفف والسماء وبدمجون كتير منيح مع بعض وبهيدا المحل يلي بحب فيه ديف قليل من دبس الرمان وممكن نستبدل زيت النباتي بزيت الزيتون بس بصراحة أني بفضل الفتوش بدون دبس الرمان وبالنسبة لزيت الزيتون فيه طعم خاص فيه لدرجة أنه بحس بيغير من طعم الفتوش بس طبعا هيدا الشي بيكون حسب الرغبة وبالنهاية الأكل أزواء صار الخبز مقلي والاتغسن حاضر والخضروات مخصولين سابقا ومن الشفين كتير منيح أنه الأفضل تكون كل الخضروات قبل الفرم نيشفين من الماي وببلش أفرم الخص فرم خشن وبفرم البقدونس كمينة فرم خشن والبصل الأخضر بيكون فرم نيعم وبقطع الفلافلة لمكعبات خشنة وبفرم الفجل لنص شرحات وبأشر لخيار وبفرم كمينة لشرايح وبقطع البنادورة لمكعبات خشنة جمعت كل المكونات لنشوف انسوا بنظرة واحدة عنا شرايح الفجل والخيار ومكعبات البنادورة الخشنة والفلافلة والبصل الأخضر المفروم ناعم والبقدونس والخص مفرومين خشنين بس النعنع الفرش والبقلة بخليهن حب بدون فرم وأخيرا بضيف كل الخضروات بجات مثل الخص والبقلة النعنع الفرش البقدونس الفلافلة الفجل الخيار والبصل الأخضر والبنادورة وبحرك لتغسن كمينة مرة وبوزعن على كل الخضرة وبقلبن كتير منيح وبهيد المحل يلي بحب فيه ينزل خبز المقلي ويخلطن بالجات بس بناخد بعين الاعتبار بعد وقت قصير ممكن يهش الخبز وتروح الأرش المميزة بالفتوش بس أنا بفضل قدم الخبزات منفصلين عن الفتوش بهيد الطريقة في كل شخص يحدد كمية الخبز بطبق الفتوش على حسب الرغبة بالفيديو كنت عام لي جات فتوشي كبير بس للمتابعين زغرت الكمية للنص انو الكمية يلي موجودة بسندوق الوصف بتعمل نص الجات يلي ظاهر على الفيديو وبوزع على ضاير الجات قليل من خبز المقلي بس بقي الكمية بخليهم بالسلم أرمشين وفريش حبيباتي وصلنا لآخر التحضير بتمنى هيدا الفيديو نال أعجابكم بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع وصفات إما علي